كين واحد دراسة أمريكية وكين تقارير دي المنظمة الصحة العالمية الدراسة كتطرح لنا السؤال كتقول لنا شنا هو السن اللي كيكون فيه الإنسان أكتر عاطاء في حياته ونسا وش حال هادي من اللي كتشوفوا شير راجل عنده خمسين عام ولا ستين عام ولا مرأة عنده خمسين عام ولا ستين عام كتقولوا كبر صافي ما بقى شاي واعلو خصو يقبط القنط الدراسة الأمريكية وبتبرير بالواقع السن الأساسية لمرحلة الأولى دي الأحسن فطرة للعاطاء في حياة الإنسان هي ما بين ستين وسبعين سانة والمرحلة الثانية في العاطاء هي ما بين سبعين وثمانين سانة بدليل ستحضيروا كل رؤساء الدول الكبرى رؤساء ورؤساء الوزارات شوفوا شن هو معدل السن ديالهم مثلا جون بايدن دونالد ترامب ولا ديمير بوتين ديال روسيا وغيروا ميركل دا ألمانيا وغيرهم وغيرهم من الزعامات السياسيين اللي كيقودوا بلدانهم شوفوا السن ديالهم وباقي الله باقين في قمة العاطاء ديالهم إذن هاد المسألة ديال تمانين سانة وهدي تغيرات لأمور بزاف الحياة خاصة الناس يفهموها من اللي بدأ البرنامج الآن كبرنا بهاد المدة الزمنية لدازت كبرنا في السن ديالنا شاخت بعض الخلايا ديالنا نقصات الصحة ديالنا جميع المؤهلات اللي عنا في الجسم ديالنا والمهارات اللي كينا في حاسة الشم والرؤيا البصار والدوق كلها نقصات بوحد النسبة طائلة جدا لدرجة ما كنحسوش بها ولكن وقتش كنحسوه من اللي هاد اللحظات هاد الهنيهات هاد ثواني هاد دقائق هاد الساعات هاد الأيام كتتوالة وكتزيد وكتزيد وكتصبح سنوات فانت اليوم اللي عمرك 30 سنة ماشي هو انت اللي كان عمرك 20 سنة خسرتي أشياء وربحتي أشياء خسرتي أشياء لها علاقة بالتكوين الفيزيولوجي ولكن ربحتي أشياء كتير لها علاقة مخك بعقلك بمعارفك بتجاربك لكن انت من الناس اللي كيقتنصوا التجارب وكدخلوها المخهم انت من حيث المخ من حيث العقل من حيث المعرفة دائما كتكون حسن وانت كتكبر انت من حيث القدرة الجسمانية دائما كتكون أقل وانت كتكبر لذلك احنا مطالبين بإبدال جوجة المجهودات مجهود باش نقلوا ما أمكن هالضعف اللي بز منا كيوقع مع تاوالي السنوات ومجهود باش نكتروا ما أمكن هاد الربح اللي كتربحوا في التجربة وفي المعرفة وفي الثقافة لعقولنا واللي ضروري كيحصل ولكن كيحصل بشوية بشوية لما كناش مهتمين به وكييمكن يكون غازير إلا كنا مهتمين به لذلك يجب إعمال العقل أمام هاد الجوج ديال المعطايات اللي هي معطايات حتمية إلا ما عرفتش كيفش تسير المعطايات الحتمية أعرف أن حياة كضايا موسيقى موسيقى